في بعض الأوقات عندما تتكلم عن الظلم أو تطلع تتكلم عن الظلم يجب أن تكون مظلوم بحق ربنا يعني أحد الكوادر في الجهاز الفني والإداري لأحد الأندية كان بيتكلم عن الظلم التحكيمي اللي تعرض له وأيضا بيتكلم عن الرعاية وفوارئ الأرقام في حقوق الرعاية أنا زهقت والله أنا زهقت هتكلم الأول على قصة الرعاية والله العظيم ثلاثة أنا زهقت من كتر الكلام ومن كتر الردع في هذه الأمور رعاية إيه لكل شوية حد يطلع يقول لي شمعنا رعاية الأهلي شمعنا رعاية الأهلي شمعنا رعاية الأهلي جماع روح يسألوا الشركات طيب ما تسألوش الناس روح يسألوا الشركات لماذا هناك فارق كبير بين رعاية النادي الأهلي ورعاية الأندية الأخرى ارحمونا من هذا السؤال لأنه سؤال وحش مش حلو يعني مش من المفترض أنت تتكلم بها حاجة غريبة جدا الرعاية رعاية النادي الأهلي عندما لو أنا شركة واحدة واحدة لو أنا شركة وعندي 18 نادي اللي موجودين هعمل إيه هفكر كويس مني النادي الأكثر جماهيرية الأكثر استقرارا الأكثر حصولا على البطولات الأكثر فوزا موضوع بسيط وسهل الراعي بيروح للنادي لجماهيره أكبر ومستقر وعنده مجلس إدارة عنده مسئولية وعندهم وبيقدروا يحققوا نجاحات بيفتحوا أندية بيفتحوا لهم دور في المجتمع المصري طبعا كل شركات الرعاية بتنظر للموضوع بهذا الشكل لو طبقت الكلام اللي أنا قلته ده هتعرف ليه أن هناك فوارق في أرقام الرعاية مفيش راعي بيروح عشان النادي ده يلبس لبس حلو ولا شكله حلو ولا لا الرعي بيعتمد على ريسورش على أبحاث وأرقام وثقة يقدر من خلالها يشوف هيحقق استفادته من أني نادي كيف سيتم تحقق هذه الشراكة فأولا يشوف الشعبية الأكبر الاستقرار نجاحات بطولات ما ينفعش حاجة واحدة من دول ينفع كل دول مع بعضه ولسنين متتالية أو لأعوام كثيرة والشعبية خلي بال حضراتكم الشعبية درجات كان ممكن تكون نادي شعبي بس ما عندكش استقرار ممكن المسؤولين بتوعك يكونوا عاملين مشاكل أو بيعملوا مشاكل الحاجات دي كلها تفرق ممكن تكون مستقر وعندك شعبية بس لا بتاخدش بطولات ممكن تكون مستقر وعندك شعبية وبتاخد بطولات ولكن الشركة بش عايزك بتشوف أن أنت لن تلبي حاجاتها لن تحقق هدفها من خلالك هو النادي الأهلي الشركات الرعية اللي بتجيله عشان أهلوية مثلا خلي بال حضراتكم أنا أعرف إحدى الشركات الرعاة لأنه صديق رئيس مجلس إحدى هذه الشركات هو مش أهلاوي مش أهلاوي خالص ولكن لما تيجي تتكلم معاه يقولك لا والله العظيم هذا هذا الكلام اللي أنا بقوله حضراتكم حصل طب شمعنا الأهلي ما أنا برضو حبيتها أفهم قال لي لا اوعى لما تيجي تتكلم على رعاية أو شعبية أو استقرار أو نجاحات أو بطولات أو كذا أو كذا قال لي عشرين حاجة والله العظيم ما فاكرهم البيزنس ما فيوش عواطف البيزنس فيه أن الأهلي هو النادي الأنجح والأفضل والأكثر استقراراً والأكثر شعبية والأكثر نجاحاً والأكثر بطولات وبالتالي أنا عايز أحط الإعلام بتاعي عندك بالأرقام وبالأبحاث مش بالأي كلام إننا أطلع في التليفون أقول اشمعنا وعمل مظلومية اشمعنا النادي الأهلي اللي بيأخذ رعاية كبيرة عارف ليه بيأخذ رعاية كبيرة عشان كل الكلام اللي أنا قلته لحضراتكم زي ما قلت لكم مرة تانية والله واحد ما بيشجع النادي الأهلي خالص 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 ولكن كان يعني حريص قال لي كده قال لي أنا كنت حريص كل الحرص إن أنا أتواصل وأوصل لأفضل ديلة أقدر أخذه من النادي الأهلي وحط اسم شركتي على أو الشركة اللي أنا بأمثلها على شرط النادي الأهلي هذا كلام حقيقي وهذا هو كلام البزنس عشان تعرف تتكلم في مثل هذه الأمور لما أو كل شوية حد يطلع يسأل فأنا برد عليك بمنتهى العقل بعيدا عن أي أمر أهلي